كده بنراهن على مواجهة كل الظروف الصعبة وليس فقط نتيجة الموراة الأخيرة قدام بيرامدز الظروف الصعبة اللي وصلت الفريق اللي زي ما قلت الحضرات بكده إنه الناس تبقى قلقانة أو متخوفة مازلنا حتى اللحظة اللي بيكلم حضراتكم فيها كل شيء في الإمكان ومازالت كل البطولات اللي بيلعب فيها النادي الأهلي سواء كاس قديم أو جديد أو حتى بطولة الدوري فيها المتناول المهم وده الرهان الأكبر حالة الصحوة والاستفاقة اللي بران عليهم في 72 ساعة اللي جايين واللي قلت لحضراتكم في بداية الحالة إن دور الجمهور مهم جدا 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 في الثلاث يام اللي جايين خلينا نتكلم أكتر على مواجهة نهاية كاس مصر مع نجمينا النهاردة وضفنا لأن نعتز دايما ومتشرف بوجوده معنا كابتن أشرف ممضوح بسأل خير لكابتن أشرف محمد بسأل خير ودايما سعيد بوجودي معك وأنا دايما سعيد جدا ولازم أقول نهاردة كل سنة وكل مصر والوطن العربي والأمة السلامية بخير يا رب دايما يا رب دايما خليني أبدأ معك من المرخلة اللي فاتت كلها أشرف أنا يمكن كنت ابتدت في أخبار النهاردة قلت أنه أكتر حاجة يمكن بمثلة للناس أعلنت استفهام هي فكرة الكيرف بتاعنا دي الأهل الكيرف بيعلى قوي قوي وتلاقي تاني ماتش عطول نزل وبعدها عالي وبعدها نزل ابتدى ده مع سامي أمصان من أول ما تولى المسؤولية بعد رحيل ميستر كيتش موسيماني راجل جي في ظروف صعبة جدا رحيل جهاز فني أكيد أنت عارف أنه بيمثل ربكة لأي وضة لبسه لأي فريق وكابتن سامي أمصان تولى المسؤولية لعبنا ماتش إستن كامباني من غير الدوليين ومن غير المصابين ولعبنا ماتش كويس قوي وكسبنا ماتش اللي بعده كيرف نزل ماتش اللي بعده طلق وهكذا لغاية لما جئنا لتولى ميستر سواريش المسؤولية آخر ماتشين نفس الحكاية ماتش فيوتشر أعلى مستوى أعلى أداء أعلى نتيجة ماتش بيرميدز مفيش روح مفيش أداء مفيش نتيجة التبايل ده من وجهة نظرك تفسيره ايه أو تبريره ايه من وجهة نظر أشرف منذ طيب احنا دايما متفقين هنا أنه النادي الأهلي في الثلاث سنين اللي فاته أو الثلاث مواسم اللي فاته فيه ضغط كبير جدا جدا ضغط على المستوى البدني والفني والزهني نتيجة تلاحهم المواسم وبالتالي فيه إجهاد كبير جدا جدا على سبعين في المائة من لعبة النادي الأهلي لأنه بيلعب النادي الأهلي وبيلعب في منتخب مصر بيشارك بشكل أساسي مع النادي الأهلي في خمس ست بطولات خلال الموسم وبيشارك مع منتخب مصر في كل المباريات وبالتالي أنت عندك ضغط بدني كبير جدا جدا واجهات بدني كبير جدا جدا على لعبة النادي الأهلي وتلاحهم المواسم ده أدى للنتيجة اللي كلنا كنا متوقعين ما فيش حد من جمهور النادي الأهلي أعتقد أنه ما كانش متوقع أنه لازم هيحصل دروب شوية على مستوى الأداء على مستوى الأداء الفني والبدني في الفترات اللي فاتت هل الفكرة دي ما بقتش مقبولة بالنسبة للجمهور؟ يعني يمكن عشان بنتكلم في ثلاث مواسم اتكررت فيهم الكلمة دي الإجهاد وتلاحهم المواسم عدم وجود راحات سلبية عدم وجود فترات من كتر ما تقالوا هل الناس بنسبة لهم بقى مبرر مش منطقة؟ خلينا نتكلم بصراحة شديدة جدا لأنه أنا براهن دايما على جمهور ناد الأهلي جمهور ناد الأهلي في كل مكان دايما براهن عليهم ولازم القلة اللي موجودة دلوقتي تعرف ونفهمهم أنه مش بس الإجهاد البدلي مش بس أنك النادي الأهلي ما بيفوز وبيتوق بالبطولات أنت مساند وبتفرح وتتبسط وقت الأزمات ده وقت الانكسار ده هو دور جمهور ناد الأهلي لسه انكسر نحو لازم لسه انكسر كل البروباجندا اللي حصلة دي يعني انت لسه بتنفس انت لسه بتنفس على فينال كاس لسه بتنفس على بطولة الدول لسه فضل 9 مباريات 11 مباراة عندنا لنادي الأهلي وبالتالي انت لسه بتنفس على كل بطولات المحلية الموجودة فترة الانكسار بتكلم عن مستوى الأداء وبتكلم شوية على بعض النتاج السيئة اللي فاتت ولكن في بعض من جمهور ناد الأهلي علشان مش كل جمهور ناد الأهلي كده بالعكس في جمهور ناد الأهلي الواعي الفهم دايماً عارف انه في منصات كتيرة جداً على مستوى السوشال ميديا بتحارب الندى الأهلي الفترات اللي فاتت وهتحارب الندى الأهلي الفترة اللي جاي نتيجة نهاب تساند منافس أو بالشكل أو بآخر يعني ولكن خليناً نتكلم بصفة عم أحمد هتتكلم على مجلس ناد الأهلي مش بس فريق كورو انت بتكلم على ناد الأهلي ككل مجلس ناد الأهلي في السنوات اللي فاتت نجح بشكل كبير جدا على مستوى فريق كورو تواصل أفريقيا ثلاث مرات حصلت منهم على اثنين سوبر أفريقي سوبر محلي كمان على مستوى كاسل عالم أندية وبالتالي انت حققت إنجازات كبيرة جدا جدا فترات اللي فاتت على مستوى فريق كرة القدم أعتقد الأفضل في أفريقيا ومش بس في مصر في أفريقيا في الفترات اللي فاتت طيب على مستوى الرعاية أفضل رعاية حصل عليها مجلس إدارة في تاريخ الناد الأهلي وفي تاريخ مصر الناد الأهلي في الأربع سنين اللي فاتوا 500 مليون جنيه هيوصل للماريون الجنيه بعد أربع سنين طيب أنت بتتكلم نجاح باهر لمجلس إدارة صحيح أن الانكسار البسيط على مستوى الأداء ومستوى النتائج في الفترة اللي فاتت دي يعني موزع جدا جدا الجمهور ناد الأهلي أنا دايما متعود الجمهور ناد الأهلي الناد الأهلي دايما بينافس على كل بطلات ونحن لسه موجودين في المنافس على البطلات المحلية المشكلة فين؟ المشكلة أعتقد أنه زي ما تكلمنا بداية في تلاحم المواسم السبب التاني هو يعني فترة رحيل موسماني عايز أقول أنها يعني في وسط الموسم وإحنا مش متعودين في الناد الأهلي على ده وأعتقد أن دي بتأثر بشكل كبير زي ما قلت أحمد على غرفة ملابس الناد الأهلي مش بس على الأداء داخل الملعب بتتكلم فيه أنه سوارش لسه قدامه فترة طويلة لغاية يبتدي يتفهم الموقف وليسه يبتدي يدرس لعيب النادي الأهلي يبتدي يدرس الدوري المصري فأعتقد أنه لسه قدامه وقت مش حادر أتكلم على سوارش دلوقتي ولكن هو لازم يكون عنده بلان A و بلان B يعني دلوقتي الفترة الأولى دي الفترة التولية المسئولية محتاج أنه يعرف أنه جمهور الناد الأهلي لن يقبل أبدا بأنه يخسر الدوري أو أنه يخسر بطولة الكاس وبالتالي أنت لازم يكون عندك مبدئيا فكر أنه النادي الأهلي لازم حينافس على البطولات دي في الفترة دي ودي لازم في البداية كن ده فكره تطوير الأداء والتغيير بقى في الاسكواد للنادي الأهلي والتعاقدات الجديدة ورحيل بعد اللعبين أعتقد أن دي لازم يأجلها شوية مع التفكير فيها طبعا الدائم ولكن لازم يكون ماشي فيه خطين متوازين أنه بينافس على البطولات لآخر نفس وأنه لازم يكون برضو بيفكر بشكل جدي في الفترة اللي جاية في التغييرات اللي ممكن تبقى موجودة أو التعاقدات الجديدة علشان يقدر يطور الأداء ده محتاج إيه؟ محتاج صبر كبير جدا جدا من جمهور النادي الأهلي مساندة غير طبيعية الفترة اللي جاية من جمهور النادي الأهلي لأن مجلس الدراء لم يقصر الفترة اللي فاتت تماما في التعاقدات وفي مطالبه مستر موسيماني في كل التعاقدات اللي طلبها أعتقد وبنسبة 100% مستر سوارش لو ابتدى في التفكير في تعاقدات الفترة الجاية النادي الأهلي أو مجلس الدراء النادي الأهلي لن يتوانى لحظة في أنه ينفذ هذه التعاقدات وبالتالي المرحلة دي محتاجة دعم جبير جدا جدا من جمهور النادي الأهلي محتاجة روح الفانيلا الحمرة من لعبة النادي الأهلي لأنه في وقت ملوقات أنت بتحتاج غرفة الملابس بقى تبقى لها دور كبير جدا جدا كبات النادي الأهلي الشناوي وأسماء كتيرة داخل فريق النادي الأهلي وليد سليمان مش عايز أذكر أسماء لأنهما كتير دلوقتي كتير لهم دور كبير جدا 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 أحمد الفترة معلوم بقى بتهايلي واحد من اللاعبات الكبيرة طبعا من أهم من اللاعبين الكبار مش واحد من ضمنهم يعني وبالتالي أنت محتاج فعلا غرفة لعبة النادي الأهلي كلها دور كبير جدا جدا في هذا التوقيت وهذه المرحلة لازم يكون لهم دور أكبر بكتير كمان من الإدارة الفنية ومستر سوارش أو الجهاز الفني أو كاب سامي أمصان أو حتى مجلس إدارة لأنه لازم دورهم في تخطي التعب والإجهاد البدني والفني والزهني اللي عندهم يتغلبوا عليه بشكل كبير جدا لأنه فانيل أو روح فانيلة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي المنتظرهم في البطولات دي لازم يكون ليسابت كتير ترجمة نانسي قنقر